من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة لمحاولة خلق ممر آمن للأمريكيين غير القادرين على الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري نشد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر المواطنين الأمريكيين في غزة بمواصلة التسجيل لدى وزارة الخارجية والتراقب لأي إعلان من جانب واشنطن أود القول بأننا نرحب بأي اتفاق يسمح بالخروج الآمن للمواطنين الأمريكيين والعائلات والرعاية الأجانب الآخرين ما نفهمه هو أنه عندما يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فإن ذلك لا يعني تنفيذه على الفور سيغادر الأفراد على مدار عدة أيام لذا على رغم عدم قدرتي على الخوض في أي تفاصيل أخرى حول هذه المرحلة أود أن أناشد جميع المواطنين الأمريكيين في غزة أن يواصلوا التسجيل لدى وزارة الخارجية وأن يترقبوا أي إعلانات من جانبنا وبمجرد حصولنا على أي معلومات فعلية سنزودهم بها